الطريق الى الكأس مجموعات غريبة الوضع بالنسبة للمجموعات غريب الوضع صعب الدنيا متل اغبطة مين كان يتصور ان الجزائر بالمناسبة الجزائر عبارة ما يجهزوا للمجموعات يعني جزائر طيب خلاص جابوا لي المجموعات وارجعلكم تاني حالجزائر طيب دي المجموعة الاولى غنية الاستوائية في الصدارة سبع نقاط صعدت نيجاريا في المركز الثاني سبع نقاط صعدت كودي فار في المركز الثالث ثلاث نقاط غالبا تسعد غنية بساو بلا نقاط ده الوضع بالنسبة للمجموعة الاولى المجموعة التانية الرأس اللي اغدر فيه الصدارة بسبع نقاط مصر في المركز الثاني بثلاث نقاط غنف في المركز الثالث بنوطتين غالبا خرجت موزنبيك في المركز الرابع بنوطتين خرجت اكيد هاتر اللي بعده المجموعة التالتة السينغال التسعة الكاملون اربعة غنية اربعة غالبا لا مش غالبا غنية اكيد سعدت احسن توارد اكيد جنبيا في المركز الاخير بلا نقاط رغم ان جنبيا عملت مباريات جيدة بالمناسبة سبحان الله بلا نقاط رغم انها عملت مباريات محترمة جدا لبعد انجولة في صدارة المجموعة الرابعة بسبع نقاط بوركينا في المركز الثاني باربع نقاط موريتانيا في المركز الثالث الجزائر خارج البطولة بنوطتين فقط مأساة مأساة مجموعة الخامسة بس لسه عندهم جولة اخيرة بكرة مالي في الصدارة باربع نقاط جنوب افريكا في المركز الثاني بثلاث نقاط نبيبيا في المركز الثالث بثلاث نقاط تونس في المركز الرابع بنقطة واحدة عندها مباراة صعبة جدا قدام جنوب أفريقيا بكرة ولازم تكسبها تونس ما عنداش بديل يعني حتى التعادل يخرج طيب المجموعة دي بقى مهمة جدا لنا عشان دا المنافس بتاعنا الدول اللي جاي هشرح لكم شوية حيات بس سبقنا شباب المجموعة دي شوية عشان نوعا نحكي فيها المجرب لحد قبل الجولة الأخيرة بكرة في الصدارة بربع نقاط الكونغم نقطتين في المركز الثاني زنبيا في المركز الثالث بنقطتين أيضا وتنزانيا في المركز الأخير بنقطة واحدة طيب بكرة احنا المفروض هنلعب مع مين مع تاني المجموعة دي تاني المجموعة دي تعالى الأول نقول التصور الطبيعي اللي يتقلل فهيتكتب على الورق بس احنا اتفقنا انه وفيش حاجة على الورق دلوقتي لازم نشوف الملعب يحصل فيه بس تعالى نتخيل اللي على الورق بكرة المغرب هتلعب مع زنبيا المغرب تكسب زنبيا تبقى سبع نقاط في الصدارة تمام بكرة الكنغو هتلعب تانزانيا الكنغو تكسب تانزانيا يبقى عندها خمس نقاط في المركز الثاني وبالتالي يبقى احنا نلعب مين اللي على الورق ده هنلعب الكنغو الديمقراطية في دور الست عشر طيب زنبيا بكرة عملتها وعملت مفاجأة من مفاجأات البطولة الكتير قوي ديت وكسبة المغرب ساعتها بقت زنبيا خمس نقاط والمغرب هيتوقف رصيدة عن دربع نقاط ولو الكنغو الديمقراطية تعدلت مع تانزانيا هتبقى ثلاث نقاط وبالتالي هيبقى ترتيب المجموعة بحسب السيناريو اللي أنا قلته ده زنبيا في الصدارة المغرب في المركز الثاني والكنغو في المركز الثالث وبالتالي هنا يحدث النهائي المبكد ويواجه منتخبنا الوطني المنتخب المغربي في دور الستاشر أقول لك السيناريو ده تاني اللي ممكن يودينا للمغرب في دور الستاشر أو يودي المغرب لنا يعني لو المغرب بكرة خسرت من زنبيا هتبقى زنبيا في الصدارة بخمس نقاط والمغرب أربع نقاط والكنغو تتعادل مع تنزانيا هتبقى ثلاث نقاط في المركز الثالث والمغرب تبقى في المركز الثاني زي ما قلت لك طيب لو بكرة زنبيا كذبت المغرب والكونغو كذبت تنزانيا هيبقى زنبيا عندها خمس نقط الكونغو عندها خمس نقط المغرب عندها أربع نقط وبالتالي المغرب هتبقى التالت تبقى بيضا عننا وساعتها هنلاعب زنبيا في الدور القادم دور الستواشر الحكاية يعني ولفة خلونا نشوف بكرة بس هو قد السيناريو الطبيعي المنطقي انه المغرب هتبقى في الصدارة كونغو هتبقى في المركز الثاني زنبيا في المركز الثالث تنزانيا هتبقى في المركز الرابع زي السورة اللي كانت قدامكم من شوية دي ده السيناريو السهل يعني القرى بقى حاجة تاني طيب